وصل مشروع نظام جهاز التعريفة الألي لسفن المسجلة المنضوي تحت مضلة مشروع السياج الأمني الإلكتروني الذي دشنته وزارة الداخلية وصل إلى مراحله النهائية ويهدف النظام إلى رصد الحركة والملاحة البحرية بمناطق مملكة البحرين كافة كما يذكر أن نظام جهاز التعريفة الإلكتروني قد فاز بجائزة أفضل مبادرة ضمن أفضل الممارسات الحكومية بالملتقى الحكومي 2016 استكمالاً للمشروع الذي تميز بتفرده في مجال التقنية البحرية على مستوى المنطقة والعالم الذي وصل إلى مراحله الأخيرة وذلك من أجل حماية جميع من يركب البحر من كل المخاطر التي قد يتعرضون لها نظام التعرف الآلي الذي أنشأته أجهزة خفر السواحل بمملكة البحرين جاء وفق آلية تكنولوجية تهدف إلى كشف هوية السفن والقوارب التي ربما تتعرض إلى أي ظرف يهدد راكبيها في عرض البحر فتستجيب من خلاله لهم وفي الوقت المناسب جميع الزوارق المسجلة في خلال خفر السواحل مرزمين أن يركبون هذه الجهاز طبعاً تركيب الجهاز يتم بالمجال كامل مملكة البحرين هي التي متكفلة بجميع تكاليف هذه الجهاز التركيب والصيانة طبعاً يتم برمجة الجهاز على حسب المعطيات التي لدينا من إدارة تسجيل والترخيص يتم دمت جميع المعلومات في هذه الجهاز بحيث أن يسهل إلى تراس والتتبع في حالة أنه في لا سمح الله في أي طارق في البحر يقدر أن نتعامل مع الحدث ونتوجه ونتواصل مع الملاك والمستخدمين ومعرفة كيفية وهي تطرد عساس أن يقدر أن نطرد الدورية المناسبة للعملية أكثر من سبعة آلاف وخمسمائة سفينة مصرحة يشملها هذا الإجراء الوقائي الذي يأتي تحت مضلة منظومة السياج الأمني البحري الذي استحدثته وزارة الداخلية لرصد ومراقبة الحركة الملاحية بشتى مناطق المملكة هذه أحيان طرق التركيب هذه برو تلتابل هي طريقة التركيب التي ركبها على الزوارق الموجودة عندنا طبعا هذه طريقة التركيب التي هي بالباور سيبلاي التي توصل دايركت إلى المصدر الطاقة الموجود في داخل الزوارق يكون الجهاز موجود هنا مراكب في البرج يكون في منطقة مكشوفة أساسا أن يقدر يرسل ويستقبل الإشارات إلى المنظم الطاقة التي يعطي الطاقة حق الجهاز إدارة خفر السواحل لم تكتفي بتدشين هذا الجهاز ميدانيا بل أسست أيضا تطبيقا خاصا للهواتف الذكية يشمل تفاصيل هذه التقنية الجديدة هذه الأبليكيشن للمستخدمين وهو الفنيين الموجودين بقيارة خفر السواحل أثناء عملية تركيب الجهاز بحيث تم مسح الجهاز عن طريق الباركول وتم تخزين جميع المعلومات الموجودة فيه بالإضافة إلى المعلومات المضافة من قبل فريق الفني مرتاد البحر من جانبهم شرعوا في استخدام هذا الجهاز كما ورتأوا فيه الوقاية والسلامة لهم أول شيء خطوة أمن الأنفس وهي من أهم الأشياء ثانيا أمن حلال الناس الأخوان في إدارة خفر السواحل مقصرة ويجتمعوا إلينا عدد أمرار وعلمونا شلون نستخدم الجهاز وشلون نقدر نتوصل له فيه رجنسي في حالة الضرورة في فص نضغط عليه في حالة أن البحار ما يجد له أي منقد تحته يضغط هذا الزر وتقوم إدارة خفر السواحل بالمبادرة إلى إنقاذه هذا شيء طيب وشيء نفتخر فيه بأن هناك جهاز لإنقاذ إلى حياة الصيادين وإلى اللي يروحون باستمرار للرحلات البحرية خدمات عدة يقدمها خفر السواحل لكافة المواطنين لا سيام الصيادين عمل دعوب يحرص عليه دائماً من أجل توفير أفضل سبل الارتقاء بالحركة والملاحة البحرية أبتكار تقني بزغ من قلب خفر السواحل تكمل فيه خدمة مغلفة بأفضل النظم الإلكترونية المتطورة لجميع مرتادي البحر بالمملكة لتلفزيون البحرين صالح يوسف شكراً للمشاهدة شكراً لكم